السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبحب ارحب فيكم بفيديو جديد من اه موضوعنا هاي المرة بهذا الفيديو راح نطرح موضوع اهمية الى اي تي او كشخص مختص بمجال اي تي. سواء كنت انت يعني تخصصك الشبكات او كان اه او انت اه او اه فانت بحاجة للشبكات عشان تعرف كيف العالم مربوط حاليا عن طريق شبكة الانترنت كيف الوزارات والحكومات والسفارات والمطارات كل شي مشبوك على الانترنت. فانت بحاجة عشان تعرف على هذا العالم طبعا اهمية الى انه انه انت بدك تفوت على هذا العالم فكل شيء بالنسبة لك اه غريب اه ما يعني ما عندك فكرة عنه عنه فهاي اه اول شيء بنحكي عنه انه اه يعني الى البيئة اللي موفرتها سيسكو علشان تتعلم. فا اول شيء انت بدك اياه اللي هو سيسكو ليرنينج نتورك. ففي انا سيسكو ليرنينج نتورك زي ما احنا شايفين هون اه اللي هي بتقدر تدخل عنها ان طريق ايام بتبع لها بحث عن جوجل او بتفوت على موقع سيسكو الرئيسي وبتختار ترينينج او اول ترينينج بعدين بتفوت على الرابط اه تبع اه سيسكو ليرنينج نتورك اه في عندك طبعا هون راح يظهر لك كل الانواع السيرتيفيكيشن موجودة لو حكينا اه سيسيان اي سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوسيت تمام انتري ما فيها اشي هي عبارة عن يعني ثقافة عامة عن الشبكات بنوقد الاسوسيت في طبعا كل المجالات اللي احنا مشهورة عنا ومعروفة عنا اللي هي راوتينج او اللي احنا بنسميها سيسيان اي لو اخترنا سيسيان اي راح نشوف انه سيسيان اي هي تث اقسام او بتقدر تسميهم قسمين طبعا انت راح تعمل ريجستر وتفوت بتحط الايميل تبعا بتحط معلومات وبصير عندك اكاونت مجانا طبعا يعني زي هزي اي موقع راح تحكي انت طيب يعني ايش الجديد يعني في موقع يعني يعني مش اشي خارق او اشي يعني غريب فعليا هذا هو مش بس مجرد موقع انت بتفوت على موقع الفيسبوك فيسبوك موقع ممتاز انت بتتعرف فيه على الناس بتتناقش وكذا موقع تفاول موقع اه اجتماعي بس سيسكوليرنينج نتورك هو موقع نقدر نقول عنه اجتماعي بس مش لاي حدا هم كل اللي فيه او غالبا كل اللي فيه هم عبارة عن في مجال في منهم ناس اه مع خبرة عشرين سنة وفيه ناس معهم اكثر فيه ناس معهم عشر سنين اه الحلو انه كمان انت بس تفوت بتقدر تختار اه انك تنضم للمجل مجموعة السيسي انا لما تنضم لمجموعة السيسي انا فيه ناس زيك ما ما عندهم فكرة كثيرة عن عن الشبكات بس الحلو بالموضوع انك تقدر تطرح اي موضوع يعني بس يفضل انه يكون موضوع يعني بستحق الايجابة علشان تلاقي ردود وتلاقي مساعدات اه من المجتمع اه فعاليا سيسكو غيرت نظامها للسيسي انا فصار في عندك اي سيدي اي 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 فعليا اه يعني كثير يعني اه حطين فيها معلومات وكثير اه يعني بتلخبطك اذا انت مش عارف ايش اللي بدك تعمله. وهي المشكلة انه انت بتكون لسه جديد على عالم الشبكات. لسه ما بتعرف اي اشي زي اللي فيت على اه زي اللي فيت على الجامعة جديد. كل شي بالنسبة له غريب. كل شي بالنسبة له سؤال جديد. اه طبعا انت هون اه بتختار مثلا اذا بدك تفوت او بنقدر نختار انه آآ عشان تشوف المواضيع اللي داخله معك. فاهم اشي بستسكولاني انه فيه كثير بيجاوبوك على كل الاسئلة اللي عندك. تمام? وفي عندك آآ في عندك كمان آآ شغلة مهم كثير. في لكل امتحان. في التعليمات. فانت اذا بدك بتقدر تدخل على التعليمات. وتشوفها واحدة واحدة وبهاي الطريقة بيكون عندك خريطة واضحة لايش اللي بدك تعمله وايش اللي بدك تدرسه لحتى ما تصير سي سي ان اي. آآ في شغلة حلوة كثير طبعا هون راح يطلب مني علشان افوت. وبعدين آآ بس تفوت آآ مباشرة بيظهر عندك الرابط بتقدر تعمل داونلود آآ 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 في كمان شغلة مهمة كثير. راح ارجيك اياها خلال اللحظات. لو لاحظت هون احنا على سيسكو كلاود. طبعا هون انا مشترك آآ بالجروب. طبعا هون بورجيك ايش كل موضوع وايش النسبة تبعته في الامتحان. في عندك اشي مركزين عليه كثير. في عليه عشرين بالمية. في اشياء بسيطة جدا عليه خمسة بالمية. آآ بتقدر تعمل داونلود لإكزام توبيكس بشكل عام وتشوف عندك. طبعا احنا راح نتطرق لمواضيع كثير آآ خاصة بهذا الموضوع. الحلو بالموضوع انه انت آآ بعد ما طبعا اذا انت مش مشترك راح يضغر لك الرابط هون بحكي لك انه جوين اوار بس هون انا مشترك فيها فعشانك اذا بقدر اعمل آآ الاشي اللي منيح هون انه في عندك آآ مجموعة نقاش لكل شي انت موجود فيه. يعني بتقدر تختار بشكل بشكل آآ مخصص او بشكل عام. وفي عندك كمان عشان يساعدوك. في عندك تسكشن هدول كتير ممتازات كل يوم بتقدر تعمل عليهم يعني تشيك آآ عشر دقائق او ربع ساعة من وقته. وتشوف اخر مواضيع واخر اللي بينزلوها الموقع اللي هي عملية تدعيم للمعلومات اللي عندك. وهاي كل شيء بالنسبة لسيسكو ليرنينج نيتورك. في شغلة ثانية ننتقل الها. احنا حكينا اول اشي في عنا كورسات كاملة مقدمة من سيسكو. في عنا سيسكو ليرنينج نيتورك موقع كامل بس عشان يعطيك ويساعدك في حال انت حبيت تدرس لحالك. وفي كمان آآ شغلة مهمة طبعا هاي بتقدر تعملها بسرعة عندك على الجهاز بتقدر ترجع لها بأي وقت من الاوقات. لو اجيت هنا او هاي جوجل مفتوح عندي حكيت له اه سيسكو باكت تريسر بختار سيسكو باكت تريسر. طبعا سيسكو باكت تريسر هو برنامج من سيسكو مجانا. آآ مخصص اليك علشان تقدر آآ آآ اتطبق كل المواضيع اللي بيحكوانها آآ داخل الشبكات. فانت ما بصير بس شبكات انو ما خدها آآ دراسة. لو رجيت للجامع معظم الاشياء اللي عندك آآ معلومات عن الجامع فاآ بعد سنة سنتين آآ رح تنساها. اوكي هو في شيء منيح انو اذا راجعتها بسرعة بتتذكرها لانك تعلمتها من قبل. بس اللي بحكي لك هي انو انو انت يعني آآ بتحتاج وقت. اما الباكيت تريسر هو برنامج بحكي بحكي بعمل عملية محاكاة للشبكات. فآآ بيعطيك بيئة تقدر تطبق فيها كل انواع آآ آآ الشبكات الموجودة. وفي كمان آآ دوكيمنتز تقدر تفوت على هذا الرابط ممتاز كثير. وتعمل منه داونلود للباكيت تريسر. فانت بحاجة آآ آآ الناس يدعموك عن طريق سيسكو ليرنينج نتورك. وبحاجة لبرنامج علشان يساعدك آآ بتقدر توصل شبكات وتعمل اشياء مثليك. فبتقدر تعمل تنزيل من هون او من هون. فهيكا بيكون عندك آآ كل الامور المتعلقة بدراستك جاهزة. الحلو بالباكيت تريسر انو آآ بزيل التعقيدات الخاصة مثلا. يعني انا بدي احط ويب سيرفر مثلا على الشبكة تبعتي. مش زي زمان انو لازم تشتري راوترات وتشتري سيرفر وتنزل عليه ويب سيرفيس او تنزل اف تي بي سيرفيس. والاشياء هاي. فبروح وقتك ما بين انك تحضر آآ هذول السيرفيسيز والسيرفر وتشبكهم بالشبكة آآ بدل ما انك تتعلم آآ مفاهيم آآ الشبكات. فبهاي الحالة آآ انت بس بتقدر تفوت على سيسكو باكيت تريسر اللي هو انا فاتحه هون. تمام? اذا بدك ويب سيرفر بتفوت هون. طبعا في عندك راوترات سويتشات هابس اشياء متل هيكة وهاي الكنيكشن. آآ في عندك هون بكبسة واحدة بصير عندك سيرفر. هاي اكتر اشي بدك هي. تقبس عليه كبسة واحدة بتفوت هون بتختار السيرفيس اللي بتعجبك. وبهيك بكون عندك ويب سيرفر او اف تي بي سيرفر او السيرفر اللي انت بدك هيه. بهاي الحالة انت بتوفر كل الوقت اللي بدك هيه عشان تعلم الشبكات. لانه انت ما بهمك اصلا تتعلم كيف اعمل لو بسيرفر بدي اول اشي اروح آآ انزل آآ على معين. بعدين اروح اتنزل البي اش بي. بعدين ننزل بي اش بي. مع ادمين. بعدين انزل ما اسكيو ال واربطهم مع بعض. بعدين انزل ويب كونتنت ونزل اباتشي ويب سيرفر علشان آآ يعني يحتضن او يتضمن الويب سيرفيس وبعدين اشغلها على الشبكة. فانت بكبسة واحدة بتحط الويب سيرفر وبتكمل دراستك عالشبكات. سيسكوباكت تريسر مجانا وسيسكوباكت تريسر سهل ما فيه اي اشي. انت بعد ما تعمل اه بصير عندك هاي بس انت بتعمل نيكس نيكس ياس فنش وبس ما في عندك اكثر من هيك يعني. اه بتقدر تكمل بتغير الموقع اذا بدك و الى اخره. بس هاد هو كل اللي انت بدك اياه. اه بعد السيسكوباكت تريسر بدنا نحكي عن اه السي سي ان اي يعني اه ليش السي سي سي ان اي? واحد بسألني مرة اي اصعب السي سي سي اي اي اي? فانا جاوبته مباشرة السي سي اي 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 مع اني عارف انه هو سؤاله. رديت رجعت حكيت له انا عارف شو سؤالك. سؤالك اي اهم السي سي ان اي ولا السيسيائي بحقيقة مباشرة السيسيان اي ليش لانه السيسيان اي اذا كان يعني هي اول حجر اللي بدك تبني عليه ف يعني اهم اشي انك اول شي يعني تحاول قدر ما تستطيع انك تنهي السيسيان اي للنهاية لما تنهيها للنهاية راح تشوف ايش اللي بدك ايا اما اذا انت حاولت مرة وفشلت او كان تجربتك مش كثير يعني منيحة يعني مش مباشرة تترك كل اشي تقول هذا مش مجالي ما ابدأ اتعلم ما بدي هذا الموضوع نهائيا لا اعطي لا نفسك فرصة حاول مرة ثانية وثالثة ورابعة بعدين هاي وقوعك توقف قبل ما تنهي السيسان اه في شغلة مهمة كثير اللي هي الادراسة يعني كيف تكون منظم بدراستك يعني ما تجي تبدأ بالادراسة مثلا تبدأ مثلا تنزل محاضرة طبعا هاي مش محاضرة اه تبدأ بالمحاضرة وبعدين تروح تطلع السوق بنص المحاضرة تروح ترجع تكمل لانه انت قاعد تأخذ مفاهيم فلما تطلع من جو المعلومة بحاجة انك ترجع تعيدها من اول وجديد او تكون قاعد تعمل مختبر وبعدين تطلع مثلا عندك كانت وترجع هيك فيعني لما تكون قاعد تشتغل بشغلة خليك مركز فيها للنهاية هاي اللي انا بعملها الفيديوهات هي ابعد ما تكون عن محاضرة بتقدر تقول هي دردشة على مثلا فنفرض انك بدك تروح بدك تعلم شغلة من صاحبك بتحكيله بالله بتعرف كيف تعمل كذا كذا بحكي لك اه انت بتكون واقف بجنبه وبيكون قاعد على الكمبيوتر بيجي بفوت مثلا هون بحكي لك بتضغط على هاي بتفوت على هاي هاي بتعملها صح وهون بتعمل اوكي بعدين ممكن تعمل ريستارت بيشتغل عندك كل اشي طبعا علي بيقوله شكرا يعني شكرا كثير بس يعني انه نوع من التفاعلية بالموضوع يعني طبعا انت بتقدر تحضر الفيديو الحلو بالفيديو انك بتقدر تعيده بتقدر توقفه بتقدر تعمله داونلود تاخده معك على الخلوي بتقدر تستمع له متى ما بدك لانه كمان موجود على الانترنت فيه كمان شغلة اللي هي لانه بيستحق انه ينذكر حاليا جانس 3 كل الناس بيحكولي انه يعني اول اشي نبدأ بالجانس 3 جانس 3 طبعا مش زي الباكيت تريسر الباكيت تريسر هو عبارة عن برنامج يعني هذولا الراوترات الموجودات هون انه عبارة عن سوفتوير مش هاردوير مش مش حقيقيات يعني احنا قاديم بنعمل محاكاة سيميوليشن للشبكة بس فعليا الجانس 3 حكينا انه الراوتر في له اللي هو سيسكو ايو اس انترنت ووركينج اوبريتنج سيستم ففعليا اللي بيعمل الجانس 3 بيعمل زي ما انتو شايفين شايفين هذا اللي هو اوراكل في فيرشوال ميشين فيرشوال بوكس فهو هذا الفيرشوال بوكس اللي هو الويندوز عبارة عن برنامج شغال داخل الكمبيوتر تبعي اللي هو بيشغل لينوكس وهي اذا بتكون تشوفوا لو فتنا هون على اللينوكس تبعي وحكيت له قاطين الديتيل تبعت النظام رح تشوف انه هده عبارة عن لينوكس اوبنتو اتناش اربع لونج تيرم سيربس شو الفرق الفرق انه هو بعطيك الفيزيكال لاير وبيشغل عليها الوبراتنج سيستم بحكي له انا راوتر بنزل عليه الوبراتنج سيستم بتقدر تستخدمه تستخدم باكت تريسر ولا جيانس 3 طبعا باكت تريسر ليش لانه اسهل بكثير وانت مش بحاجة لاشي تتعلمه بالباكت تريسر غير انك بس تنزله الجيانس 3 ممتاز اكثر ممتاز رائع او خرافي حتى بس مشكلته انه جيانس 3 يعني لو حكيت لي انه كيف تعلمت جيانس 3 انا اخد كورس كامل اكثر من السي سي سي انا لحتى ما تعلمت جيانس 3 ولما تصير معي مشكلة بجيانس 3 بفوت على على الجوجل وببحث عنها وبعرف شو حلها وكذا فانت يعني بدك تتعلم قدر كورس ثاني بصير عندك كورسين و جيانس 3 وهذا مش منيح لك نهائيا لان رح تدخل بتعقيدات ورح تزهك بسرعة وإلى آخرين يعني شوف هنا مثلا لو جيت على هاي الشبكة اللي احنا حطيناها بس هاي الانترفيس بشبكوا على اي انترفيس بالسويج بشبك مثلا الراوتر مع السويج بشبك السيرفر مع السويج وهيك بتكون عندي شبكة هاي الراوتر اللي بوصلني مع الانترنت هذا السيرفر اللي بيقدم لخدمات داخل الشبكة وهذا الهوست او اليوزر اللي احنا لدينا داخل الشبكة رح تشوف انه هدو رح يصيروا بعد شوي خضر يعني انه الكونيكشن شغالة بس هون رح يضل احمر لانه الراوتر بالوضع الطبيعي الانترفيس تابعته رح تشوف انه انترفيس لو حكيت له شو انترفيس ف ا زيرو زيرو رح تشوف انه ادمنستريتيفلي داون هيك انه الراوتر بالوضع الطبيعي انترفيس تابعته داون فانت بس تعمل انترفيس اف اي زيرو زيرو وتحكي له انه الاي بي ادرس تابعه يو تحكي له نو شوت داون عنوانه على الشبكة تحكي له اشتغل نو شوت داون لا تضلكاش في عملية الشوت داون فاكا مباشرة بنتقل للجرين اه هنا انت بدك بس على الهوست او الكمبيوتر بدك تحط ايش عنوانه على الشبكة كمان خلينا نحطه على نفس الشبكة و رقمية هنا لازم تكون نفس نفس حدود الشبكة لسبنت تبعيتك و ايش الديفولت ايش اللي بربطني مع العالم الخارجي المفروض الراوتر يكون هو اللي بوصلك مع العالم الخارجي فبهاي الحالة بس انت بتحكيله انه انا اذا بدي اوصل للانترنت وديني على دوت وان بس هذا هو كل اللي انت بتحتاجه اه طبعا اه اذا بدك تفوت يعني اذا حبيت تستكشف جي اناس ثري بس فوت على اه دب 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 دوت اه جي جي اناس ثري دوت نت طبعا هو مجانا واللي عمله واحد من فرنسا اسمه جيرمي اه اه داونلودز بعد ما تختار الداونلودز بس بتختار اه يعني اختار اه اه اول ان وان نزله عندك وشوفه بس احكي لك قبل ما تشوفه قبل ما تنزله مش مناسب في بننوخذ اليوم اربع اوامر بننوخذ البنك والتريس ونتستات واناس لك لما انت تطلب جوجل دوت كوم زي ما احنا شايفين هون او سيسكو دوت كوم سيسكو ليرنينج نتورك جي اناس ثري احنا شو عم نعمل بنوخذ اسم وبندخله ومنوديع انترنت طب احنا بنعرف قبل شوي لما احنا حطينا هون الكونفيجريشن ان احنا متعامل مع عنوين اللي هي والراوتر عنوانه ايش عنوانه دوت وانا على الشبكة طيب ايش اللي عم بصير عنوان هاي اسمها نيمز نيم دومين نيم سيستم ف دومين نيم سيستم هو عبارة عن خلنحكي سيرفرات خوادم الشبكة موجودة على الانترنت مثلا بتعمل مع واحد لجوجل مجانا 8.8.8.8 مباشرة هدا بس يستلم الطلب تبعي janus 3.net بيحولوا الIP ادرس وبيخلين اقدر اتصل فيه لانه الاجهزة اللي على الشبكة ما بتعرف غير اي بي ادرس ما بتعرف غير عنوين ف دومين نيم سيرفرس بتحول تعمل ما بين الاسم وال اي بي ادرس وبهيك بيكون احنا مستفيد انه اسماء قريبة لغة البشر و اي بي ادرس عنوين قريبة لنغة الشبكة اه ننتقل لموضوع كثير مهم موضوع البي البي لو اجيت هون على على خنسميه على ال هوست كتبت بي بي شو هي البي هي عبارة برنامج مهم كثير لاي واحد بيشتغل بالشبكات البي برنامج كل عمله هو انه يفحص ال يفحص هل في بينك وبين بغض النظر ايش هو كان نود ثانية في بينك وبينها اه اتصال ولا لا فلو حاولنا نشوف انه في بيننا اتصال بيننا وبين الراوتر نعمل بينك يا راوتر هل انت موجود اذا انت موجود بيقول لي نعم انا موجود فهو بيحكي لي انا موجود انا بعيد عنك 20 ملي سكند بيني وبين الراوتر 20 ملي سكند يعني 20 بالالف من الثانية لحتى ما اوصل عند السيرفر عند الراوتر احكي له انت موجود يحكي لي اه موجود كل اياته بحتاجها هذا بدنا نطبق بعض الاوامر بنعمل هون save اعتبرو هذا lab 2 وهيك بتكون عملنا اول شبكة بسيطة بننتقل هون اللي هي command prompt كيف بدك تفوت على command prompt من اي windows exp vista seven eight بس بتفوت هون بتكتب cmd command prompt بتكبس اوكي بفتح عندك كيف بدك تعرف شو الخصائص الموجود عندك على الجهاز بس اكتب ip config كلمة واحدة فبحكي لي انه عندك اللي هي 162 168 هاد عنواني على الشبكة 106 اه حدود الشبكة وبعدين عندي ايش اللي بوصلني مع الانترنت اللي هو الراوتر اللي موجود عندي اللي عطتني شركة الانترنت اللي هي مزود خدمات الانترنت اه 162 168 واحد دوت واحد لو اعمل pink عشان اشوفه اه فانا اه بقدر اوصل عند الراوتر الراوتر باقل من واحد ميلي سيكند اه او واحد ميلي سيكند تقريبا لانه موجود عندي يعني مباشرا ما اتصل معه بس لو اعمل pink ل google طبعا راح انت تشوف انه هون احنا قادي منكتب اسم ليش لانه انا عندي الدياناس شغال يعني انا الدياناس عم بيحول اسماء هاي حتى لو بعملية البنك اللي هي امر فمباشرة كمان بقدر اوصل لجوجل بس من هون لجوجل لحتى ما اسأل جوجل انت موجود وارجع فانا بحاجة لثلاثة وعشرين ملي سكن اه بنحكي عن عملية trace route trace route اه على الويندوز trace rt تمام trace route فلو بدي اشوف الطريق اللي انا بتاخده من موقعي هون لحتى ما اوصل facebook.com hifacebook.com واكبس enter فانا بشوف شو اول اشي بدأ اروح طبعا على النقطة اللي بتوصلني بالانترنت اللي هو الراوتر اللي اعطتني شركة الانترنت بعدين بنتقل لنقطة اللي بعديها كل ما اوصل لراوتر بعطيني نقطة فانا لحديث الان لازم انتقل لثلاث نقاط بعد ما انتقل لنقطة الثلاثة في نقطة راح نشوف حاليا راح تظهر هنا النتائج طبعا الpping حكينا انه هميته انه بحكي لك انه فيه بينك وبين الهدف او destination تبعك فيه بينك وبين اتصال او ما فيش بينك وبين اتصال شو اهميت اهميت اكثر اشي بتربل شوتينج لما يكون عندك عدة راوترات بالشبكة تمام انت عندك مثلا خمس راوترات بالشبكة فرضا اجا واحد من المستخدمين حكى لك انا ما بقدرش اعمل كده ما بقدرش اوصل للويب سيرفز اللي داخل الشبكة ما بقدرش اتصل بالانترنت وبحكي لك انه انا يعني عادي ما غيرت اي configuration داخل جهاز تبعي وكانت الشبكة دماء بعمل trace route بشوف انه مثلا الراوتر الاول اعطاني معلومات راوتر الثاني الثالث بس اوصل عند الرابع راوتر الرابع صار يعطيني نجوم stars 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 asterisk asterisk فبهاي الحالة ايش اللي عم بصير عندي بعرف انه المشكلة بارفور مباشر بروح عارفور وبشوف ليش مش عم بيمرر البيانات من عنده يعني هون من عندي من الموقع التابعي لحتى ما اوصل لفيسبوك انا بيحاج لعشرين هوب عشرين راوتر او عشرين بمر فيها لحتى ما اوصل لفيسبوك بهاي اللحظة طبعا ممكن بساعة ثانية تكون سبعتاش ممكن اربعتاش حسب الشبكة وحسب خلينا نحكي الكونت اه اه اوبتيك اه كونتشن بتوين بين القارات فبهاي الحالة اه كل اللي احنا بنشوفه هو عبارة عن بهاي اللحظة نتائج هاي اللحظة اه في عندي كمان اه نتستات 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 هي عبارة عن برنامج بحكيلي عن نتورك بحكي عن نتورك بحكي عن نتورك بتقدر تشوفها عن طريق الامر هاي اذا بدك مثلا هون شفنا في عندك تقدر بحكي يعني لو عملت هيك كتبت له ماينس اي بحكيلي ايش الاثرنت استاتيستيكس لو عملت له ماينس في فبحكيلي ايش الاشياء يعني شوف ورجاني اياهم بس ورجاني اياهم ايش كلياتهم مش قريبين للغة الانسان ورجاني اياهم اه ك بورتز بينما لو انك مباشرة عملت نتستات اه لازم لازم نفتح او لا خلينا نعمل ريفريش ليش بعمل ريفريش لانه انت لحتى ما توصل عند الراوتر وتطلب منه صفحة انترنت شو بتعمل تبعث سينكرونيزيشن انا بطلب منك نعمل سينكرونيزيشن تزامن بيني وبينك يا سيرفر فببعث لي بس توصل للطلب ببعث لي انا وصلني طلبك وبعث لي طلب سينكرونيزيشن فبس يوصلني الطلب وانه مباشرة ببعث له كمان سينكرونيزيش او عفوان وبصير بيني وبينه سيشن وهاي هي اله هاندشيك نلقي نظرة ثانية اه تمام هون صارت تظهر عندنا النتائج وشفت هون عندك اشتي بي اس اشتي تي بي اس اشتي تي بي طب لو بدي يظهر عندي اه يعني كلاته بالارقام فانا بقدر احكيله ماينس اي بحكيله ماينس اي بظهر عندي كله بالارقام اه لا كل الاشياء هون بتظهر بس انا لو بدي اعمل اعمل شو راوت مثلا هاي هيك اذا بنا نعمل راوت تبعنا فبورجينا راوتينج تابل اه في كمان هاي بس شو منستفيد منها منشوف ايش الخدمات اللي احنا قاعدين بنعملها عملية لانه كل شيء انت مشبوك معه بتعمل او انت بتعمل طبعا هون عنا كل يعني في كمان عندي امر اللي هو انس لوك اب انس لوك اب انس لوك اب هو موجود مع عندي هو شو بيعمل نيم سيرفيس لوك اب فانا بعطيه مثلا موقع فيسبوك دوتكم اي موقع انت بتخيله بعطيني مباشرة الاي بي ادرس تابعه انا مشترك شو بيعمل شو اللي بصير انت بتروح على جوجل بتحكيله شو الاي بي ادرس تابعه لهذا الاسم اللي هو فيسبوك دوتكم شو المسجل عندك مباشرة بعطيك الاسم الرافون الاي بي ادرس الان وان بتقدر تفوت على تويتر مثلا تحكيله تويت دوتكم بتشوف هنا طبعا تويتر عنده اربعة اي بي ادرس بتقدر توصل منهم لتويتر بس هيك مش معناته يعني انه تويتر موقع اكبر من موقع الفيسبوك او اشي مثل هي بس الموضوع انه يعني الفيسبوك كلاود فهذا الاي بي ادرس موجود على الانترنت من جهة الانترنت بس من داخل الفيسبوك انت قعد بتتعامل مع كلاود يعني هاي الطريقة توصلها بس داخل الكلاود ما بتعرف مين اللي عم برد على طلبك يعني هم بنضموا كل اشياء داخل الكلاود وبطلعوا لك النتيجة على الاي بي ادرس هان زي جوجل مثلا انت بتكتب جوجل دوتكم بتفوت على ترانسليت و جوجل درايف وبتفوت على المابس وبتفوت على اليوتيوب بس فعليا جوجل في بعض مواقع او احد الداة سنتر او اللي هي الكلاود تبعته اتوقع في واحد قبل السنين يعني كان ستة مليون وخمسمائة الف سيرفر بردوا عليك لما تكتب جوجل دوتكم وتطلب البحث عن امر معين في احد اللي كلاود تبعتهم بهذاك الوقت طبعا ف حاليا احنا هيك منكون يعني غطينا بعض الاوامر وحكينا عن باكت تريسر وحكينا على السيسكو ليرني نوتورك المطلوب منك بعد ما تحضر هذا الفيديو اول شي تفوت على السيسكو ليرني نوتورك تعمل اكاونت باسمك وتسجل عندهم وتكون دائما يعني تشوف ايش اللي عم بصير هناك وخاصة تنزل الموجودة مثلا تعمل مشاركة طبعا بالسيسياني جروب وتنزل بعض المواد اللي انت بتشوفها مناسبة وتتفرج على تبعت السيسياني وتنزل وتعمله عندك على الجهاز وتتفرج عليه او تعمل الشبكة اللي احنا عملناها الشبكة البسيطة جدا بتقدر كمان طبعا بعد هيك تحاول تشوف هذول الاوامر اللي احنا عملناهم وهيك بتكون انت اخدت فكرة اولية عن الشبكات المرة الجاي ان شاء الله رح نحكي عن اي او اس او اس عفوا وايش فايتو ورح نحكي عن اول مواضيع الاولى بالسيسياني فاهم اشي تحاول وتجرب ايدك الاشي اللي احنا انت شفتها حاليا وشاكر اليك وشاكر الاستماعك والسلام مواليكم